في إطار حربها المعلنة على الميليشيات التابعة لإيران أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني وأنشطة قياداته في الدول العربية ومنها الدعم ميليشيا الحوثي في اليمن حيث عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافاة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلبي وأنشطته في صنعاء واتهم الحساب الرسمي لبرنامج المكافاة من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري بممارسة الجرائم بحق الشعب اليمني صنف الشهلبي في 2008 كإرهابي عالميا من نوع خاص وتشير سيرته الذاتية وفق الرواية الأمريكية إلى كونه قائدا كبيرا في فيلق القدس التابع لحرس الثوري ومثلا له بصنعاء ويمتلك الشهلبي تاريخا حافلا باستهداف المصالح الأمريكية حيث خطط لاغتيالات متعددة لأمريكيين في العراق واشنطن وأماكن أخرى وأنفق ما يقارب الخمسة ملايين دولار في 2011 لتنفيذ مؤامرة اغتيال السفير السعودي بواشنطن توطدت العلاقة بين ميليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني بعد انقلاب سبتمبر 2014 من خلال دعم الحوثي بالخبراء وفرق التدريب على استخدام الصواريخ تحت غطاء المساعدات الطبية ورصدت تقارير محلية ودولية وقايع كثيرة من الدعم المالي والعسكري للحوثي منها تهريب أسلحة متنوعة في الوقت الذي أكد فيه مراقبون تحول صنعاء لإحدى العواصم اللوجستية والأمنية ليران